السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاض النوم نعمة من نعم الله على عباده وآية منه سبحانه وتعالى على رحمته وتلطفه كما قال عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وقوله وجعلنا نومكم سباتا اشارة الى نعم الله عز وجل على خلقه فالانسان يتحمل الحرمان من الطعام والشراب اياما معدودات لكنه لا يتحمل الحرمان من النوم اياما قليلة لهذا ربنا قال وجعلنا نومكم سباتا اي يشبه الموت فالنوم موتة صغرى كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ومن هنا نذهب بعض معاني الحديث النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم كما تنمون فكذلك تموتون وكما تستيقظون فكذلك تبعتون النوم هذه النعمة التي اعتنى بها الاسلام وعناية كبيرة شرع لها اذابا واحكاما واذكارا تكون سببا في نيل النائم للاجر والتواب وايضا لحفظه وراحته وصحته في منامه فالمسلم الساعي حال يقضته في عمل الصالحات اذا نام واحتسب ذلك النوم مقويا ومعينا له على طاعة ربه واراحة بدنه وقيامه بواجب غذه فان نومه يتحول الى عباده ويؤجر عليها ليدف الحديث قال معاد بن جبل رضي الله عنه اما انا فاقوم وانام وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي وحصله ان يرجو النائم الاجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون له نشاط في القيام وهذا انما يتحصل بان نحافظ على اداب وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم والاستقاد اول هذه السنن والاداب عند النوم هي محاسبة النفس فيستحب للمسلم ان يحاسب نفسه قبيل نومه عما بدر منه من اعمال خلال نهاره فان وجد خيرا حمد الله تعالى وان وجد غير ذلك استغفر واناب وبادر الى التوبة وعزم ان يكون يومه الاتي خيرا من يومه السالف باذن الله لهذا اوصان النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يفزع الى نومه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اذا قالها ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل ورق الشجر بل ولو كانت مثل عدد حبات الرمال فالانسان قبل نومه عليه ان يحاسب نفسه ويستغفر ربه ثم ليحرس المؤمن ان ينام مبكرا فهذا من هدي النبي الكريم لحديث ام المؤمن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام في اول الليل ويقوم اخره فيصلي ومعنى هذا انه كان ينام مبكرا ويستيقض مبكرا ومن سنن النوم التي كان النبي الكريم يحرس عليها هو انه كان ينام على وضوء ويحط على ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه اذا اتيت مدجعك فتوضى وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الايمن اي ان يكون نومك على طهارة وفي الحديث ايضا اذا اتيت مدجعك فتوضى كذلك من سنن النبي الكريم في النوم انه قبل ان يستلقي عليه ان يقوم بنفض فراشه هذا من السنة نفض الفراش فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه فانه لا يعلم ما خلفه بعده رواه البخاري ومسلم لان الانسان لا يدري قد يكون في فراشه حشرة او تكون هناك حيوان مؤدي او غيرها من الامور التي قد يتأذى بها ايضا من السنة قبل النوم ان العبد المؤمن ينام على شقه الايمن هكذا قال النبي الكريم ثم اذ ضجع على شقك الايمن هكذا قال للبن عازب اذا اتيت مضجعك فتوضأ ودوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الايمن وان يضع يده اليمنى تحت خده اليمنى هذا من نوم النبي الكريم كان اذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده كما رواه ابو داود ومن السنة ايضا انه يكره النوم على البطن فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متجعا على بطنه فقال ان هذه ضجعة لا يحبها الله ان هذه ضجعة لا يحبها الله يستفاد من هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان ينام على بطنه لا سيما في الاماكن التي يغشاها الناس لان الناس اذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكرهة لكن ذكر الفقهاء انه اذا كان في الانسان وجع في بطنه او ارد ان ينام على هذه الكيفية لانها اريح له فهذا لا بأس به شرط ان لا يكون امام اعين الناس ومن سنن النبي الكريم في النوم انه كان يحث على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم قراءة سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون لماذا لان هذه السورة من ثمارتها انها براءة من الشرك وايضا من السنة ان العبد المؤمن يجمع كفيه ثم ينفت فيهما ويقرأ الاخلاص والمعودتين قل هو الله احد قل اعود برب الفلق قل اعود برب الناس يقرأها تلات مرات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك تلات مرات كما جاء في صحيح البخاري وايضا من سنة النبي الكريم في النوم انه اذا اوى الى فراشه ان يقرأ اية الكرسي ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني اات فجعل يحتو من الطعام فاخدته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التالي تقال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هو قال اذا اويت الى فراشك فقرأ اية الكرسي حتى تختتم الاية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اما انه قد صدقك وهو كذوب ثم قال اتعلم من تخاطب منذ ثلاثة ايام يا ابا هريرة قال لا قال ذاك شيطان كذلك من سنن النبي الكريم في النوم انه يقرأ اواخر سوة البقرة الايتين الاخيرتين من البقرة بدءا من قوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ففيهما بركة وفيهما رحمة وفيهما تيسير ولطف رباني ثم بعد ذلك لكي يغلب النوم على عيني المؤمن والمؤمنة فعليه ان ينخرط في التكبير والتسبيح عند المنام ففي الحديث عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين طلبت من الفاطمة رضي الله عنها خادما قال الا ادلكم على ما هو خير لكما من الخادم اذا اوتيتما الى فراشكما او اخدتما مضجعكما فكبر اربعا وثلاثين وسبحا تلاتا وثلاثين واحمدا تلاتا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم فهذه الباقية الصالحات يذكرها المؤمن يطيب بها نومه وهو يكبر ويسبح ويحمد المولى عز وجل ثم بعد ذلك يستحب للمؤمن ويسن له من سنن الهدى انه يردد ادعية النوم ومنها ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول باسمك اللهم اموت واحيا ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكان صلى الله عليه وسلم يضيف قوله اللهم انك خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسألك العافية كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وكان يقول اذا وضع يده اليمنى تحت خده اللهم اسلمت نفسي اليك وفوت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وكان يقول أيضا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مأوي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول أدعي كثيرة عند نومه وكأنه يطيب نومه بمنجاة ربه كان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعود بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وكان صلى الله عليه وسلم يفيد في الدعوات والمنجاة لربه قبل نومه ومما كان يقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعود بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ويظل النبي الكريم هكذا يدعو ربه بالليل حمدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا ومنجاة إلى أن يغط في نوم عميق وكان عليه الصلاة والسلام ينوع في كيفيات نومه فمرة ينام على الفراش ومرة ينام على الأرض ومرة على السرير ومرة على الحصير وهكذا فإذا استيقض من نومه ليلا ذكر الله وأقام الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته وينصحها بقوله يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد فإن استيقض فذكر الله إن حلت عقدة فإذا توضأ إن حلت عقدة فإذا صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيبا نفس وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلانا كما رواه الإمام البخاري وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقض من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمتنا وإليه النشور وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا استيقض أثناء النوم أنه يقل دوعا خاصا فعن عبد بن الصامت رضي الله عنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته فهذه أيها الأحباب الكرام بعض السنن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستقاد ولهذا نصي أنفسنا ونقول ينبغي أن ندع النوم الطويل للقبر أما الحياة الدنيا فننام نوما قصير لكي نستعد للعمل صالح الشيء إذا تجاوز حده يقال له إن قالب إلى ضده كذلك نحذر من الإفراط في النوم لأن الإفراط في النوم يجعل الإنسان يضيع تلتي عمره في نوم عميق ولا يستفيد الفوائد التي من المفروض أن يستفيدها من أيام عمره القصير فالحياة مهما بدت لنا طويلة فإنها تمر بسرعة ويوم القيامة ويوم القيامة الإنسان يظن أنه ما لبت إلا عاشية أو ضحاها وهناك يتحصر حصر كبيره من دخل النار يتحصر على أيام عمره التي عصى الله فيها وقضاها في الله والعبت ويندم حيث لا ينفعه الندم ومن دخل الجنة ولم يحظى فيها بالمراتب العلاء يتحصر أيضا لأنه أضاع أيام عمره في النوم والكسل ولم يبدو الجهدا يستحق به المراتب العالي عند الله فالجنة طبقات كما قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق الجنة مئة طبق بين الطبق والطبق كما بين السماوات والأرض فنصيح أيها الأحباب الكرام أن النوم الكثير لا يحقق الراحة بل لا يجنى من ورائه إلا الويلات والمعانات فقد أثبتت الدراسات أن النوم الزائد عن المعدل المحدد له يصيم صاحبه بأمراض خطيرة جدا خاصة أمراض القلب والدماغ قد تؤدي إلى حصول جلطات ونوبات وهذا نتيجة حتمية للعلاقة المضطردة بين عدد ساعة النوم والسمنة فسبحان من جعل لنا الوسطية في كل شيء سبحان من أكرمنا بدين الإسلام فكل من اتبع تعليم هذا الدين فلا يضل ولا يشقى فلك الحمد يا ربنا على ما أنزلت إلينا ولك الشكر على ما وهبتنا وإن شكرنا لك فإننا لن نوفيك شكرك فلا تواخبنا يا ربنا على تقصيرنا وتخادلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام وفي إطار سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة العامة نتحدث عن سننه في الدخول والخروج من بيت الخلاء فقد سن لنا مجموعة من الأداب ومجموعة من السنن منها أن المسلم إذا دخل الخلاء فليقول اللهم إني أعود بك من الخبط والخبائث ومن السن أن يدخل إلى الخلاء يعني إلى المرحاض الكنيث يدخل مقدما رجله اليسرى على اليمنى وإذا خرج من المرحاض يقدم رجله اليمنى على اليسرى وهذا كله مستحب فمن تركه فلا حرج ومن السنة أن المؤمن لا يدخل معه إلى الخلاء شيء فيه ذكر الله إلا للضرورة كان يدخل المصحف أو كتاب أو خاتم فيه منقوش في اسم الله أو هاتف نقال يحتوي على على تسجيل قرآن أو غير هذا فلا يدخل معه شيئا إلى الخلاء إلا للضرورة ومن السنة أن المؤمن يستتر ويبتعد عن عيون الناس إن كان يقضي حاجته في الخلاء ويختار موضعا رطبا حتى لا يرتد عليه البول فيتنجس وعليه أن يتكئ على رجله اليسرى ومن السنة أيضا أن يتجنب البول في أماكن الحيوانات والشجر المثمر لأن ذلك كله فيه أذى كما أنه من السنة ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فإن كان في مكان مخصص لقضاء الحاجات فلا بأس من ذلك ثم بعد أن يقضي حاجته من السنة أن يتطهر من البول بالماء ولا يمس الفرج بيده اليمنى أيها الأحباب الكرام ومن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج من المنزل آداب كثيرة فقد سن لنا أننا عند دخولنا وخروج من المنزل أن نقول الأذكار المسلونة وهي مختصة لكل فعل ضمن الخروج والدخول أولا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الله عند الدخول للحديث إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعمه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ومن السنة الدعاء بالتوكل على الله عند الدخول وأيضا الاستياك حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ دخول منزله بالسواك ويقول السلام على أهل البيت يسلم على أصحاب البيت وهذا امتتال لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أما سنن الخروج من البيت فأيضا تبتدئ بما ورد في الدخول تبتدئ بالمسبل والتوكل أن نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الدعاء بالإضافة إلى كونه سببا لحماية العبد من الشيطان فإنه يعتبر ذكرا ينال عليه كثير الأجر لأن المسلم يخرج من بيته عدة مرات إلى العمل أو إلى المسجد وإلى قضاء حاجات البيت فإن تطبيق هذه السنة ينال بها الكثير من الأجر فيكفي الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة يكفيه كل الهموم ويقيه الله تعالى كل الشرور الشرور الإنس والجن ويهديه إلى الصالح من الأمور الدنيا والآخرة ويبعده عن الضلال اللهم يا رب العالمين إن نسألك فقها في الدين ونسألك اللهم توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولدت النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين اللهم عافنا واعفو عنا وإنا نعود برضاك من صحتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين